السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم تحديدكم شاب زائري داخل وخارج وطن مرحبا بمشاهدنا الكرام في قناة لصابوني تعونا اجدد القدم لشوفنا اول مرة مرحبا بكم في قناة المصداقية وقناة خاصة باخبار المنتخب الوطني وبالفساد الرياضي خوتي قبل ما نروح لقائمة المنتخب الوطني نحكو شوي على اداء محترفين على بعض اداء محترفين الاول انباركو للدخول تعب الرحمة في الدقيقة الواحد وسبعين تخلل لعب حوالي عشرين دقيقة حوالي 24 دقيقة ادام عليه در اسيست تمرير حاسمة وفي الوقت القاتل في الدقيقة 92 وبفضله سجل هدف الفوز لفريقه ولحسن الحد الحمد لله شوفنا نهاية مباراة جنونية ضربة جزاء التي كانت لنادي فورهام في الدقيقة 95 وكان السبب في العرقلة هو سعيد بالرحمة ولكن لحسن حد المهاجم فورهام ضيعها لانه حاول يديرها على طريقة بانينكا ولكن ما ستقتلاش الحمد لله المقابلة انتهت واحد سفر بزي ما مركش البينارتي لفورهام كنا غادي الفرحة تعب الرحمة ما تكونش كما يقولوا ما تكونش في ما تكتملش روحوا للاداء البئهر لاندي دولور لعب نادي مونبيري اليوم ادى مباراة بطولية وساهم في فوز فريقه ضد بوردو خارج ديار باثنين صف وسجل الهدف وتحصل على احسن تنقيط وهو سبعة فاصل ثمانية من موقع هوس كورد وبهذا هذا الشيء مفرح للمتخب الوطني روحوا للحاجة اللي مش مليحة هي الطرد عيسى موندينيوم طريدة في اللقاء البارسا في الدقيقة الواحد وسبعين وبسببه تسبب في ضربة جزاء لانه لمس الكورة ما خلاش الكورة تدخل للمرمى وطريدة طرد شويقه طرد مستحق طرد ما حقرهش لاربيت هذيك هي والحاجة اللي اللي نقولوها عيسى موندين ما رحش في مستواه منذ بداية الممسونة ناقص بزاف هذا الطرد الثاني في البطولة الاسبانية بعدها طريدة قبل تلجولات وزاد طريدة اليوم ان شاء الله يسترجع امكانياته في اقرب الاجال وخاصة بعد رجوع بالعمري في المنتخب ان شاء الله يديرو تنائف دفاع ان شاء الله يكون في المستوى من منتخب الوطني ان شاء الله والا خاوتي الان اروح لقائمة المنتخب الوطني لمقابلتين رسميتين ضد زينبابي يوم اطناعش ويوم ستاعش نوفمبر جديد القائمة يوجد استدعاء جمال بالعمري عودته الى المنتخب الوطني جمال بالعمري وعودة يوسف عطال وعودة ادم والناس جمال بالعمري هو الحلقة القوية في دفاع المنتخب ونحتاجها في هاد المبارلتين الصعبتين ضد زينبابي وجديد القائمة هو عريبي اللي لعب ندي نيم الذي احترف لأول مرة هادل عام في فرنسا كان يلعب في تونس ولعب محلي واستبعاد القائمة استبعاد زفان واستبعاد فرحان ومديوب وسبانو ورحوا اللي كانوا في اللي كانوا في في التربص الماضي ضد المكسيك وضد نيجيريا ودائما نشوفوا استبعاد سليماني وبليلي والسبب واضح ما همش يلعبوا واحد مضاليون في قاطر يوسف وسليماني ماشي لعب في ليستر وصير لوجيك ما يعيط لاش اخوتي روحوا نشوفوا القائمة دروك اللي نقولوا بمقبولة والناخب الوطني يستدعى اللاعبين الواجدين اللي يحتاجهم في هاد المباراة اللي ان شاء الله اللي كان نفوزوا بها سنتائها رسميا في تصفيات كاس ابريقيا للأمم في حراسة المربع من بوحي الرئيس وهاب اوكيجا كلاس اكسندر عازدين دوخا اه مكاش مفاجآت التولاتي رايح يلعب في فريقة اوكيجا رايح ادي في موسم رائع معنا دي همات ساعة سدين دوخلا للعب في السعودية ومبولحي بدون نقاش مبولحي يلعب ولا ملعبش اه عاكم تعرفكم ومبولحي ان ديس كي طابل لا نقاش اه الدفاع كالعادة اه حليمية لاعب ريدا لاعب سابق الموضي تواهم يلعب في بلجيكا عيسى مندي ليشنا اليوم خرج ب بطاقة حمراء يوسف عطال ادي لقاءات جميلة وفي القيمة مع نادي نيس مدفع السعودية طهرات مهدي جامع ابن عمري رامي بسبعيني النجم البوندسليكا الالمانية فارس محمد سليم لعب لاسجو الايطالي اه شنقول الدفاع هديكي يومي سيولوجيك ما مكانش مفاجآت تمنينا ينجع غلام ولكن غلام مراش في المستوى ماشي لعب مع نادي نابولي روحوا الوسط الميدان كالعادة صوفيان فاغولي المحارب عاديا قديرا هاريس بالقبرة مهدي عبيد زرقان مهدي لعب نادي بوردون مهاجم الجديد بولايا فريد وبالناصر اسماعيل بلناصر اندي سكيطار بولايا نحتاجوه يكون خليفة لعدة لعب اللاعب فنان منحتاجوه روحوا الهجوم الهجوم كالعادة رياض محرز ادم والناس اللي نتمنوا ان شاء الله يعطوه الفرصة ونشوفوا امكانيتها الحقيقة كريم عريبي بغداد بنرجاح اللي نباركولها بالخطوبة راخطب دار حفظ خطوبة تاها الاسبوع وساعد بالرحمة اللي دار اسيست اليوم وياسين ابراهيمي ياسين ابراهيمي فنان اللاعبين الجزائريين اليوم نتكلموا على نتكلموا على معلومات على بداية تربص المنتخب الوطني بنجاح اللتحق اليوم بمركز سيديموسا اللتحق بعد ما قتلكم دار حفظ زفاف نباركولها عليه هو اول اللاعبين اللتاع المنتحقين بمركز سيديموسا الكوتش بالماضي غادا بإذن الله سيلتحق بالمركز سيديموسا رفقة مساعده عبر طائرة بريز وكما يقال المباراة المتخب الوطني ستتجرى يوم الخميس على الساعة الثامنة وبدون جمهور وبدون صحفة بقرار من الكاف هذه ومقابلة ستنقل على القناة الأرضية وإن شاء الله إن شاء الله المتخبنا نيفوز بهذه المباراتين ونتأهله رسميا للكاس أفريقيا هذه أخوتي تتكم ملخص على قائمة المنتخب الوطني والغاية إن شاء الله ندير معكم فيديوهات حول انتقال نجيبكم حيتي تعقد يصف بليلي مع النادي قاطر القطري نتمنون لها إن شاء الله يرجع المستوى بلش يرجع المنتخب الوطني هذه أخوتي خليكم في أيام أخر إن شاء الله ما وحبب بكم وانتوتي فالرجل والسلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة